لفريق مانشستر يونيتد هيمنع من وجود بعض اللاعبين الشباب هل مش هنلاقي راشفورد موجود بعد كده؟ هل لينجورد بعد تقلقه وطبعا واحد من نجوم مانشستر اللي بيشاركه في حصود نقاط فريق مانشستر سواء بصناعة الهداف أو بإحراز الهداف؟ هل مارتشيال اللي شوفناه دلوقتي بيجيب هدف هل مش هنلاقيه؟ هل تعاقد أليكسي السانشاز عام 29 سنة؟ يعني ماشي في 30 سنة؟ هل مورينيو هيعرف يوظفه بشكل جيد؟ احنا في ماتشة أرسنل قلنا إيه؟ قلنا أن تصريح أرسنفينجر قال أن احنا بعد رحيل سانشاز هندر نلعب الكورة بتاعتنا فهل أرسنفينجر كان مجبر يلعب بطريقة معينة لإرضاء أليكسي السانشاز أو لتوظيف بعض القدرات الفنية أليكسي السانشاز؟ ده اللي احنا هنشوف لكن طبعا هنروح مع حضراتكم نشوف بعد ما تعاقد فريق منشستر يونيتد مع أليكسي السانشاز يعني الناس دي محترفة جدا الناس دي شطرة جدا بيعرفوا يقدموا الصفقة بشكل رائع جدا فبالتالي هنروح يعني طب قبل ما نروح للفيديو أقول خبر سريعا جدا أن مورينيو تم تمديد وتجديد عقده مع فريق منشستر يونيتد لسنتين كمان وده دليل طبعا كلامي على أن إدارة منشستر عايزة استقرار فني أكبر عايزة مورينيو يبني فريق كم معانا لو معانا الصورة اللي طبعا كانت كانت مبارح بتعاقد أو تمديد تعاقد مورينيو مع منشستر يونيتد لمدة سنتين كمان طبعا دي الصورة مورينيو بتعاقد طبعا مورينيو في قمة ساعته أنه هو موجود أنه هو يعرف يبني فريق أنه هو كمان ما فيش ضغط عليه من إدارة منشستر أنه هو يحقق يعني هو طبعا لازم يحقق بالفلوس والماليين اللي هو عمال يصرف بيها دي لازم يحقق لكن في نفس الوقت إدارة منشستر متفهمة أن هي لازم تبني فريق علشان تعود فترة سير أليكس فريكسون هنروح دلوقتي لأليكسل سانشيز وتكلمنا فيه إزاي أنه هو تقدم وبعديها هنروح لفاصل ونرجع مع حضراتكم للدوريات الأوروبية ترجمة نانسي قنقر طبعا شوفنا إزاي فريق منشستر قدم أليكسل سانشيز صفقة هما طبعا بيعتبروها واحدة من أنجح الصفقات اللي موجودة فيه المركات والشتوي أليكسل سانشيز ليه هما قتلوا من عليه أو هما حبوا أن هما تعقلوا معه في الوقت الحالي منشستر بيشارك في بطول الدوري أبطال أوروبا وبالتالي أرسنل مش بيشارك فمن حق فريق منشستر أنه هو يقيد أليكسل سانشيز ضمن فريقه في دوري الأبطال فريق منشستر بيشارك في دوري أو في دوري 16 من دوري الأبطال أوروبا ومن ضمن طبعا أهداف مورينيو أنه هو يحصل على البطولة في ظل طبعا وجود بعض الأنديال قوية جدا اللي هنتكلم عليها لكن بكده يكون خلصنا كل ما يخص الدوري الإنجليزي نطلع لفاصل سريع ونرجع مع حضراتكم لاستكمالا للبطولات والدوريات العالمية شكرا